طيب منيجي للعهد الجديد طبعا أنا مثلك مستغرب من هذا السؤال وكأنه وضع إشكال إذا المسيح قال أنا الله أنا كان دائما سؤالي للأشخاص لو قال يسوع فعلا أنا هو الله أعبدوني هل كان ممكن يؤمن بيسوع المسيح أو يعني كما قال يسوع في المثل الغني وأله عازر حتى لو قام واحد من الأموات لا يصدقون فهل دي حجة أنه الشخص بيستخدمها عشان يعني كأنه يوقع المسيحها يعني وين قال المسيح أنا والله فالسؤال أنت بتقول نعم قال أنا الله تفضل أخ يوسف قالها كثيرا جدا مثلا لما نروح متى سبعة كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب يبقى هو الرب نعم ومن هو الرب اقرأ كده في ملوك الأول الصحة 18 لما الشعب قال الرب هو الله الرب هو الله يبقى إذن المسيح قال أنا الرب وهو الديان ومن الديان في الكتاب المقدس واضح أن كل الديانونة لله فقط الله ديان الجميع إبراهيم يقول لله شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورمت أديان كل الأرض لا يصنع عدلا نعم هو الديان الوحيد والمسيح قال حيقولولي في ذلك اليوم أليس باسمك تنبأنا حينئذ أصرح وأقول لهم كلامه هو اللي لي قيمة وكلام الناس ملوش أي قيمة نعم المسيح قال كثيرا مثلا من أوضح الآيات الرائعة اللي بنقرأها في يحنى تمانية تمانية وخمسين لما المسيح قال قبل أن يكون إبراهيم مش أنا كنت قابله لكن أنا كائن واجب الوجود مين الواجب الوجود مين اللي ييجي إبراهيم ويمشي إبراهيم وهو كائن هو الله وكلمة أنا كائن هي تكتبت في الكتاب المؤدس العهد الجديد إيجو آيمي نفس الكلمة اللي جيت في خروج 3-14 اللي فيها موسى بيسأل ربنا لو سألوني بني إسرائيل هو الله اللي بعتك اسمه إيه أقول لهم مين أقول لهم إيجو آيمي أنا يهو أنا كائن أهي الذي أهي الذي أهي يبقى إذن المسيح قال عن نفسه طبعا دي أنا أخذت عينتين واحدة من إنجيل متى واحدة من إنجيل يوحنى لكن هو فين ما نقراش عن لهوت الإبن في الكتاب المقدس لما قلنا مثلا في روميا الصح 9 يسوع المسيح الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد اشتركوا في القناة